مجلة ملاكو تلميذة في القسم الرابع الابتدائي مقبلة على دراستها باهتمام وهي محل تقدير أساتدتها لعلمها وخلقها عندما التحقت بالمدرسة ذات صباح قرأت إعلانا عن بدء التشجيل في برنامج الأنشطة المدرسية فقررت أن تشارك لتتمكن من ممارسة النشاط الذي تهواه عادت ملاكو إلى البيت وأخبرت أمها برغبتها في الاشتراك في نشاط الصحافة رحبت الأم بالفكرة وسألتها عن سبب اختيارها فأجابت ملاك إن المشاركة في الأنشطة والبرامج الترفيهية تنمي الشخصية وفي اليوم التالي سجلت ملاكو اسمها في النشاط الذي اختارته فعرضت عليها أستاذتها المشاركة في إصدار مجلة تبرز أنشطة تلاميذ المدرسة رحبت ملاكو بالفكرة وشرعت تعمل مع مجموعتها لإخراج المجلة أخذت توزع العمل بينها وبين صديقاتها وأصدقائها ليبدأوا مرحلة التنفيذ كانت ملاكو تستعين بأستاذتها وخبرة واردتها وتعمل بنصحهما إلى أن أنجز العمل بصورة رائعة فاقت كل التوقعات وبعد أيام خرجت المجلة إلى النور أعجب كل من في المدرسة بحلتها الرائعة وتصفيفها المحكم وألوانها الزاهية وبما ضمته من مجموعات علمية وأدبية ومعلومات طريفة ومفيدة شكرت الأستاذة تلاميذتها على المجهودات التي أبرزت قدراتهم فقالت ملاك بل شكرا لك يا أستاذتي وشكرا لمدرستنا التي أتاحت لنا الفرصة لإظهار مواهبنا وشكرا لأمهاتنا وأبائنا الذين ساعدونا ليخرج عملنا في هذه الحلة الرائعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر